طيب نقول منه الوهابية السؤال الوهابية نجد بعض كتب أهل العلم يطعنون في الوهابية لكن الوهابية عند أهل العلم يعني هي فرقة تنتسب إلى رجل يقال له عبد الوهاب وهو في القرن الثاني الهجري من الخوارج في قرن الثاني الهجري يعني سنة مئة وستين مئة وخمس وستين هجري يعني قبل محمد عبد الوهاب بألف ومئة سنة تقريبا وهذه يعني فرقة يعني ضالة من معتزلة أو من خوارج طيب وهي فرقة ضالة وتجد بعض أهل العلم يطعن بالوهابية يقول الوهابية فيهم كتب وكذا 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 وهي خرج في المغرب العربي فالبعض الآن من في قلبه مرض يأتي بكلام أهل العلم على الفرقة الوهابية الخرج في المغرب قبل ألف وثلاثمائة سنة أو ألف ومئتين سنة تقريبا وينسبها إلى محمد عبد الوهاب الذي توفي قبل مئتي سنة رحمه الله تعالى وهذا لا شك أنه من الضلال فهذه الآن يتسمى أو يسمى من يتبع أو من يأخذ بقول محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بوهابي يقال له فلان وهابي فقد تجد أخياناً أن كلمة وهابي في كتب أهل العلم لما يذمون الوهابي خاصة لما يكون من المتقدمين مثلاً في القحطاني مثلاً في نونيته مثلاً في سنة 450 من الهجرة يعني قبل أن يولد محمد عبد الوهاب بستمائة سنة تقريباً سبعمائة سنة فالقصد أن الوهابية فرقة من فرق الخوارج فرقة ضالة فرق آخر في المغرب العربي هم غير طبعاً أتباع محمد عبد الوهاب الذين شلكوا طريقه